اهلا بكم في اعرف من المؤكد ان كل امة في هذا العالم لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها تندمج بعض من هذه العادات مع عادات ثقافات اخرى ليكونوا ثقافة جديدة معتمدة على التحضر والتمدن ولكن حتى ايامنا هذه هناك قبائل في هذا العالم يحافظون على بعض العادات والتقاليد الغريبة جدا والتي يمكن ان تصدمنا نحن كاشخاص متحضرين ويعرف بعض من هذه القبائل بالقسوة البشعة والبعض الاخر بتقاليد خاصة جدا اليوم في اعرف سنشاهد معا في هذا الفيديو اشخاص يعيشون حياتهم بطريقة تختلف كثيرا عن حياتنا التي نعيشها جميعا هل سمعت ذات يوم عن البدو البحري؟ هؤلاء الناس الذين يتكونون من قبائل مختلفة موجودة في اندونيسيا وماليزيا والفلبين قد تكيفوا تماما مع البيئة البحرية الطبيعية فهم يعيشون عند نهاية المحيط حتى انهم يقيمون ويبنون اكواخهم ومنازلهم في البحر ويقضون معظم اوقاتهم في الصيد تعتمد حياتهم العملية والترفيهية بشكل كلي على المحيط تمتلك قبيلة ساما باجا فلسفة خاصة عن الحياة تختلف عن فلسفتنا المعروفة وهي انهم يعيشون في اماكن متواضعة جدا وبموارد بسيطة جدا ولكنهم سعداء بكونهم احياء من الاساس كما انهم لا يراقبون اعمارهم بل يستمتعون بكل لحظة في حياتهم لا يمتلكون اي مفهوم عن الوقت والتاريخ وقد وصل بهم الحال لدرجة عدم معرفتهم للكهرباء من الاساس ومنذ وقت قريب اضطرت قبيلة ساما باجا الى النزول الى اليابسة لتحصل على الماء العذب وتبيع اسماكها وتبني القوارب ولكنهم ظلوا محافظين على البقاء معظم اوقاتهم في مياه البحر وعندما حدثت ظاهرة للتسونامي لم يعاني اهل قبيلة ساما باجا من الاضرار الجسيمة اذ انهم قادرين على السباحة بدرجة كبيرة جدا كما ان الامواج كانت تدخل اعشاشهم وتخرج منه بشكل طبيعي دون ان تلحق اضرارا كبيرة بها واكثر ما هو مدهش في هذه القبيلة ان معظم اهلها اصبحوا قادرين على حبس انفاسهم داخل المياه لمدة خمس دقائق او اكثر من ذلك وهذا ما جعل العلماء يتعجبون كثيرا ويريدون تحليل الامر ومعرفة سبب قدرتهم على البقاء كل هذه المدة تحت الماء لانهم بالنهاية مجرد بشر مثلنا وبالفعل تمكن العلماء من دراستهم وعرفوا ان السر وراء قدرتهم هذه يكمن في بعض الخواص المميزة في حمض الدي اي ان اي الخاص بهم والتي قد تواجدت نتيجة للساعات الطويلة في العمل والعيش داخل البيئة الطبيعية تماما وهي البحر هذه القبيلة الغريبة المتواجدة في منطقة باباو في اندونيسيا لم يكن يعلم احد بوجودها سوى الاشخاص المنتمية لها حتى عام 1970 تعيش قبيلة الكورواي في منطقة مهجورة ومنعزلة بين الجبال وبين نهرين يبلغ عدد افراد هذه القبيلة حوالي 3000 فردا والغريب ان طريقة حياتهم لم تتغير منذ قرون فهم لا يعرفون حتى اي شيء عن الحياة المتحضرة فهم يعيشون في اكواخ مبنية فوق اشجار يصل ارتفاعها الى 30 مترا من سطح الارض واكثر ما يخيف افراد هذه القبيلة هم السحرة والمشعوذين الذين يسيطروا على القبيلة سيطرة كاملة واظن ان هذا هو السبب الذي جعلهم يبنون منازلهم في هذا الارتفاع من الارض اعتقادا منهم ان السحرة والارواح الشريرة غير قادرة على تسلق الجبال كما انهم يحتفظون بطعامهم وحيواناتهم الاليفة في اكواخهم المتواجدة في ارتفاع عال جدا تستخدم هذه القبيلة كل شيء لتطهوه اي انها تطهو اوراق الاشجار وفروع الاشجار وجذوعها ثم يضيفون الى الطعام اللحوم والاسماك وبعض التوابل التي يجدونها مزروعة في الارض وكما هو واضح من نظامهم الغذائي ان حياتهم قصيرة جدا حيث انهم يموتون في عمر الاربعين كحد اقصى ويواجهون في حياتهم اخطار كبيرة مثل التسمم والحشرات والجروح التي لا تداوى نتج عن كل هذه الاشياء وعن الحياة الاكثر من بدائية بشكل عام امراضا نادرة وخطيرة جدا لم يتعرف الانسان على اسبابها حتى الان وما زالت تعيش قبيلة كورووي بالرغم من الاعداد الكبيرة للموتى والتي تظهر الباحثون ثلاثة قبيلة اسارو من وسط كل القبائل الموجودة في منطقة باباو باندونيسيا تتواجد قبيلة غريبة جدا تدعى قبيلة اسارو ليس من الصعب على الاطلاق ان تتعرف على افراد قبيلة اسارو حيث ان اجسادهم تغطى بالطين ويرتدون اقنعة مصنوعة من الطين الفخار ويرجع سر تقديس هذه القبيلة للطين الى انها قد كانت تقاتل قبيلة اخرى معادية لها وذات يوم كان جيش القبيلة الاخرى قادم ليقاتل قبيلة اسارو ولكنه وجد كل الرجال ممتلئين بالطين فظنوا انهم ارواحا شريرة فهربوا مسرعين ومنذ ذلك الحين وتقدس قبيلة اسارو الطين وتعتبره رمزا لها ولأفرادها ولم يتمكنوا من تغطية وجوههم بالطين ظنا منهم ان هذا الطين مسمم فقاموا بصنع اقنعة منه وما زالت القبيلة حتى الان ترتبط بعاداتها وتقاليدها البدائية ولكنها لا تستخدم تلك الاقنعة الا في المناسبات والاعياد القومية لا يعدى اقصى الشمال من المناطق التي يحبها الناس او يودون العيش بها بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا والثلوج الموجودة طوال فصول السنة لذا من الصعب ايجاد اشخاص يعيشون في مثل هذه الظروف ولكن الامر يختلف كثيرا مع السكان المحليين وافراد قبيلة نينيتس الذين يعتادون على العيش هناك مثل ما تعيش انت في بلدتك بشكل طبيعي وتعتمد حياتهم على رعي الاغنام التي تمتلك صوفا ممتازا يستخدمونه للشعور بالدفء في هذا البرد القارس ويعيشون في خيام سريعة الاعداد بالنسبة لهم حيث انهم يعدونها ويزيلونها في اقل من نصف ساعة وذلك لان القطيع لا يطيق المكوثة في مكان واحد لمدة تزيد عن ثلاثة ايام كاكثر ويعيش في كل خيمة ما بين خمسة الى عشرة اشخاص وعلى الرغم من ان هذه القبيلة تعيش في منطقة لا يوجد بها سوى العواصف والثلوج الا انهم يعلمون جيدا اين يقع كل جزء في هذه المنطقة واين يقع اقاربهم والى اين يتجهون خمسة قبيلة دوغون تعتبر هذه القبيلة من اغرب القبائل الموجودة في قائمتنا اذ ان اكثر ما يميزها هو مقاييس الجمال لديها وعادتها في السير على ارجل خشبية يصل طولها الى عشرة امتار وهم ايضا يعيشون من دون كهرباء او اي مصدر من مصادر التكنولوجيا تتغذى هذه القبيلة على بعض الخضروات والفاكهة المحدودة التي تزرعها بايدي افرادها وما زال افراد القبيلة يقدسون عادات وتقاليد القبيلة المتوارثة منذ قرون عديدة ومن اكثر العادات المتشبثين فيها هي استمرار انفصالهم عن العالم الخارجي وعن اي وسيلة تواصل بينهم وبين الاخرين الغرباء وهم لا يؤمنون بالله وحده ويؤمنون بالهة غريبة موجودة في اساطيرهم ومن ضمن هذه الالهة اله يتكون من نصف جسد لمرأة ونصف ثعبان وهم يبنون منازلهم على ارتفاع كبير جدا من دون ان يوضحوا السبب في ذلك ولكني اظن ان هذا هو السبب الذي جعلهم يعتادون على المشي بالارجل الخشبية القويلة تلك اتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم اخبرونا في التعليقات اي يوم من هذه القبائل ادهشكم وهل تستطيعون الحياة بدون كهرباء او انترنت اراكم في الفيديو القادم الى اللقاء